متتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 130 من الدرس 31 التناسبية السرعة المتوسطة سلم التصميم والخرائل اكتشفوا اتمرنوا اولا الجدول التالي يمثل سير سيارة لان هاد الجدول كيمتل السير دير واحد السيارة المدة بالساعة المسافة بالكيلومتر لان خلال ساعتين هاد السيارة هاد قطعات 160 كيلومتر ساعتين ونصف 200 كيلومتر ثلاثة الساعات 240 كيلومتر ربعات الساعات 320 كيلومتر السؤال الالف هل قياسات المسافات المقطوعة المسافات المقطوعة 160 200 240 متناسبة مع المدد الزمانية يعني اعداد هاد السطر هذا وش هي متناسبة مع اعداد هاد السطر بمعنى اخر وش مكننا نضربوه اعداد هاد السطر في واحد العدد ونحصلوه على اعداد هاد السطر اولا وش مكننا نقسموه اعداد هاد السطر على واحد العدد ونحصلوه على هاد السطر يعني اما نضربوه لنقسموه على نفس العدد فكاللحظة إذا ضربنا 2 في 80 إذن إذا ضربنا في 80 أعداد هذا السطر 2 في 80 160 2.5 في 80 200 3 في 80 240 4 في 80 3 و 120 أولا إلى قسمنا أعداد هذا السطر على 80 فقد نحصل على أعداد هذا السطر وبالتالي نقول بأن المسافات المقطوعة متناسبة مع المدد الزمنية إذن نعم المسافات المقطوعة متناسبة مع المدد الزمنية ونقول كذلك بأن أعداد هذا السطر متناسبة مع أعداد هذا السطر بمعنى أن كنضربه في 80 أولا كنقسمه على 80 باش نحصله على أعداد هذا السطر أولا أعداد هذا السطر وحدد معامل التناسب إذن فمعامل التناسب هو 80 هو 80 وحدد قياس المسافة التي تقطعها هذه السيارة في ضرفه ساعة واحدة فهي في ساعتين قطعت 160 كيلومتر في ساعة واحدة شحالة تقطع قلنا معامل التناسب هو 80 إذن كنضربه في 80 2 في 80 1 في 80 8 إذن في ضرفه ساعة واحدة ستقطع 80 كيلومتر إذن في ساعة واحدة 80 كيلومتر في سبع ساعات في سبع ديال الساعات فهي نزيد هنا واحد الخانة في هذا الجدول ونضربه هنا سبع ديال الساعة سبع ديال الساعة شحالة تقطع في سبع ديال الساعة بنفس الطريقة سبعة في تمانون سبعة في تمانية ستة وخمسون ونضيف الصفر إذن فيه ضرفي سبعة الساعة في سبعة الساعة فتقطع خمسمائة وستون كيلومتر إذن فيه ساعة واحدة غيرتقطع تمانين كيلومتر وفي سبعة الساعة غيرتقطع خمسمائة وستون كيلومتر ثم السؤال دال وحدد المدة الزمنية التي تستغرقها هذه السيارة لقطع مسافة أربعمائة كيلومتر يمكننا نرجع للجدول ندير في المسافات أربعمائة كيلومتر إذن ربعمائة كيلومتر فغيرتقطعها السيارة في شحل ديال الوقت فقلنا باش نحصله على أعداد هذا السطر كنضربه في تمانين وباش نحصله على أعداد السطر الأول غيرتقطعها على تمانين لأن أعداد الجدول المتناسبة غيرتقطعها على ثمانون لأننا سنقسمه على ثمانين فأربعمائة على ثمانون أربعمائة على ثمانون هي خمسة لأننا نلاحظ لدرنا خمسة في ثمانون سنحصل على أربعمائة للمدة الزمنية التي تستغرق هذه السيارة لقطع مسافة ربعمائة كيلومتر هي خمسة الساعة و 하니까 خارج المسافة المقطوعة خارج المسافة المقطوعة المسافة المقطوعة الخارج المسافة المقطوعة على المدة الزمنية يسمى السرعة المتوسطة ونعبر عنها بالكتابة V كتساوي المسافة على المدة نحن نروع لها بهذه القاعدة وحدد في هذه الحالة سرعة سيارة لقطع كل من المسافات على الجدول نقول بأن الخارج المسافة المقطوعة على المدة الزمانية تعطينا السرعة المتوسطة V La vitesse moyenne السرعة المتوسطة ما هي La vitesse moyenne هي المسافة المقطوعة D بمعنى La distance المسافة على T تيل والطن يعني المدة الزمانية فهذه هي العلاقة La vitesse moyenne السرعة المتوسطة ما هي السرعة المتوسطة قلنا هي المسافة المقطوعة المسافة على المدة الزمانية أفق النهية السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة للقاعدة V هي D على T D هي المسافة على دستانس هذه هي دستانس تيل والطن والطن المدة الزمانية و V هي La vitesse La vitesse موين La vitesse يتقال La vitesse موين يتقال La distance sur le temps المسافة على المدة الزمانية المسافة بالكيلومتر والمدة الزمانية بالساعة إذن السرعة المتوسطة سيجدلقها بالكيلومتر في الساعة فشحال من كيلومتر في الساعة تقطع هذه السيارة يعني تمشي بشحال من كيلومتر في الساعة قد نأخذ كما قلنا واحد لمسافة نأخذ مثلا 320 نطبق القاعدة نأخذ 320 كيلومتر 320 كيلومتر قطعتها في كم من ساعة في 4 ديالس ساعة نقسمها على 4 ديالس ساعة إذن 320 مقسمها على 4 هي 80 كيلومتر في الساعة ونقرأ 80 كيلومتر في الساعة إلا أخذ نأخذ مثلا 66 على 2 إذن 160 كيلومتر قطعت هذه السيارة في جوجة الساعة إذن السرعة المتوسطة هي 160 على جوجة 80 كيلومتر في الساعة فهذه السيارة تمشي 80 كيلومتر في الساعة إياة السرعة المتوسطة ديالا. ونرجعوا له هنا اياه ونكتبه ناخده واحد المسافة قلنا مية وستين على جوج كيلومتر هنا ساعة هي تمانين كيلومتر في الساعة ونقرأ ثمانون كيلومتر في الساعة. ثانيا الرسم جانبه تصميم لبقعة ارضية مجزئة الى مستطيلات. لان هذا الرسم عندنا تصميم ديال البقعة ارضية مجزئة الى مستطيلات ومربعة. فهذه البقعة مقسمة المستطيلات ومربعة. وحدد قياس المسافة الحقيقية التي يمتلها واحد سنتيمتر على التصميم. السؤال باء املع الجدول التالي. سوف نرجع من الرسم اللي هو تصميم لبقعة ارضية مجزئة المستطيلات والمربعة. لدينا المستطيل الى مربع اخضر مربع اصفر ومستطيل وارضي. فقياس المسافة على التصميم بسنتيمتر قياس المسافة الحقيقية بالمتر. نجيو الف. المسافة على التصميم يعني على التصميم هو على الرسم. الف على الرسم هو اثناني سنتيمتر جوز سنتيمتر بمثل قياس المسافة الحقيقية المسافة الحقيقية هي 900 سنتيمتر فالمسافة على التصميم يعني المسافة على الورق المسافة على هذا الرسم أما المسافة الحقيقية فهي 900 سنتيمتر وهي 9 متر يعني المسافة الحقيقية من نتل هنا فهي 9 متر ولكن على التصميم هنا رسمي فقط 2 سنتيمتر ولكن في الحقيقة هي 9 متر AB شوفوا AB AB إذن نجيو الـ F كاللحظو 2 سنتيمتر على التصميم AB رحظو 3 سنتيمتر إذن 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر على التصميم AB 3 سنتيمتر على التصميم HG إذن HG سنتيمتر واحد HG سنتيمتر واحد قياس المسافة الحقيقية بالسنتيمتر فإذا كان جو سنتيمتر هي 900 سنتيمتر في الحقيقة فسنتيمتر واحد قياس المسافة الحقيقية إذن نقسمه 900 على 2 وهي 450 250 إذن سنتيمتر واحد 450 جو سنتيمتر 900 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر هي جو سنتيمتر زائد سنتيمتر يعني 900 زائد 450 وهي 1350 وهي 1350 فقلنا بأن سنتيمتر واحد على التصميم هو 450 سنتيمتر في الحقيقة وجو سنتيمتر على التصميم هي 900 سنتيمتر في الحقيقة ف3 سنتيمتر هي جو سنتيمتر زائد 1 سنتيمتر يعني 900 في الحقيقة زائد 450 وهي 1350 ثم نحول المتر 1350 سنتيمتر جو سنتيمتر نخذ الواحدة نحطها في سنتيمتر صفر 531 1350 سنتيمتر ثم نحولها للمتر وهي كم هي 13 فاصلة 50 ثم 13 فاصلة 5 أم لا فاصلة 50 متر ثم 450 سنتيمتر نحولها أيضا إلى المتر صفر 5 4 450 سنتيمتر هي 4.50 لا 4.5 إذن 4 5 جيم أتحقق أن قياسات المسافات على التصميم بالسنتيمتر متناسبة مع قياسات المسافات الحقيقية بالسنتيمتر معامل التناسب يسمى سلم التصميم أكتب هذا السلم على شكل عدد كسري بسطه يساوي 1 فتصميم نؤمن طفلا أننا تقوموا بالسنتيمتر بالسنتيمتر مسافات متناسبة تلقreto جيم المسافات الجهاب لجم أع crevid هذا السطر لأعداد هذا السطر فوحد ضربناه في 450 ثلاثة في 450 اثناني في 450 نست chaos نلحظ بأن أعداد هذا السطر متناسبة مع أعداد هذا السطر ومعامل التناسب من اللي كنتقلو من أعداد هذا السطر لأعداد هذا السطر ونضربوه다가 اسمها ولكن باش ننتقل من أعداد هذا السطر لأعداد هذا السطر فنقسمه على 450 يعني كنضربه في واحد ونقسمه على 450 ونكتبه المسافات على التصميم متناسبة مع المسافات الحقيقية أما معامل التناسب فقلنا قد نكتبه على شكل عدد كسري بسطه يساوي واحد إذن واحد على 450 معامل التناسب لهو واحد على 450 باش ننتقل من أعداد هذا السطر لأعداد هذا السطر كنضربه في 450 وباش ننتقل من أعداد هذا السطر لأعداد هذا السطر كنقسمه على 450 يعني كنضربه في واحد ونقسمه على 450 فمعامل التناسب يسمى سلم التصميم سنكتبوه على شكل عدد كسري بسطه يساوي 1 اللي هو 1 على 450 فاشنو كي يعني 1 على 450 فهذا السلم هذا قلنا كي تسمى سلم التصميم كي يعني بأن سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد على التصميم كي يمثل 450 سنتيمتر في الحقيقة سنتيمتر واحد على التصميم هو 450 سنتيمتر في الحقيقة يعني إلى القناة سنتيمتر واحد في الرسم فهذا كي يساوي 450 سنتيمتر في الحقيقة معارف وقواعد تصميم حسب السلم واحد على 250 طبعا الناس اللي لم تصميم هو واحد على 250 كي يعني أن 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 250 سنتيمتر في الحقيقة السلم في البعد الحقيقي يساوي البعد على التصميم السلم نرجع لهذا الجدول السلم هو واحدة ل450 في البعد الحقيقي 900 كي يعطينا المسافة على التصميم كي يعطينا البعد على التصميم إذا أخذنا السلم وضربناها في البعد الحقيقي كي يعطينا البعد على التصميم هذه قاعدة كي يخصنا أيضا ناقله عليها السلم في البعد الحقيقي كي يعطينا البعد على التصميم السرعة المتوسطة 80 كم في الساعة تعني 80 كم في الساعة أشكة تعني في كل ساعة واحدة تقطع المسافة 80 كم كل ساعة تقطع 80 كم المدة الزمنية في السرعة تسوي المسافة نرجع لهذا القاعدة التي قلنا قلنا بأن السرعة المتوسطة هي المسافة على المدة هذه المسافة هذه المدة هذه السرعة المتوسطة فالمسافة المسافة إذا أريدنا المسافة ماذا حاليا الدستانس هي السرعة في المدة السرعة في المدة أريدنا المدة الزمنية المدة الزمنية هي المسافة مقسومة على السرعة هي المسافة مقسمة على السرعة أيضا هذه القواعد هذو أقلع لهم لنحتاجهم في ثمارين أخرى السرعة هي المسافة على المدة المسافة هي السرعة في المدة المدة الزمنية هي المسافة على السرعة فقلنا الده هي تلو الطن في لفتاس وهناي عندنا المدة الزمنية المدة الزمنية في السرعة كتساوي المسافة نمرو إلى المعجم سلم أبعاد حقيقية ديمانسيان غيال المدة لا دوري أبعاد على التصميم ديمانسيان سير لبلان سرعة فيتاس مسافة ديستانس وبهذا ننهي تمرين صفحة 130 نلتقي في الصفحة 103 أغفا ترجمة نانسي قنقر